و هنا سائل يقول بسبب عملية جراحية أفطرت عدة أيام من رمضان الماضي و قضيتهم قبل رمضان الحالي الحمد لله لكن بعض الأيام كنت أستيقظ و لم أبيت النية من الأمس فأنوي الصيام في وسط النهار فهل يصح قضائي لهذه الأيام الأظهر والله تعلم أنه يلزم الإنسان أن يبيت الصيام نية صيام الفرض من الليل و بالتالي فإن صوم قضاء رمضان دون تبيت نيته من الليل لا يصح قضاء و إنما يكون تطوعا مطلقا و نقول لهذا السائل الذي سأل إن كان أحس بالأيام التي نويت صيامها في أثناء النهار فأعد صيامها بنية من الليل لماذا؟ لعدد من الأدلة أولها قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات لذلك لا بد أن تقارن النية العمل كله من أوله إلى آخره و هذا هو المشروع في وضوء الإنسان و غسله و هو المشروع في صلاته لذلك لو إنسان مثلا صلى نافلة ثم أراد أن يقلبها فرضا نقول لا يصح فرضا لأن الفريضة لا بد أن تستوعب من تكبيرة الإحرار إلى تسليم تسليمة الصلاة لا بد أن تستوعب نية الفريضة كذلك الصوم لا بد أن يستوعب نية الصيام نية الفريضة لا بد أن يستوعب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس فبالتالي لو أن إنسانا نوى صيام الفريضة من وسط النهار فالضائر الله تنمي لا تقع عنه لا تقع عن الفريضة و إنما تكون نفلا مطلقا و النافلة في الصيام يصح أن تنوى بنية وسط النهار كما جاء في حديث عائشة إني إذن صائم و أما الدليل الثاني الذي دل على هذا فهو حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له حمله العلماء على صيام الفريضة صيام رمضان و صيام قضاء رمضان صيام قضاء رمضان من الصيام الواجب و بالتالي نقول لهذا السائل انظر هذه الأيام التي نويتها من وسط النهار أيام القضاء و أعد هذه الأيام بعد شهر رمضان الحالي و لا شيء عليك إن شاء الله تعالى في تأخيرها بعد رمضان و الله تعالى اشتركوا في القناة